السلام عليكم. تحيث تمرين 49 صفحة 188 من درس المتاجهة والإزاحة السنة الثانية إعدادي. تمرين 47 في A B C D A B C متلت. أعطينا A كارس مغي شكل تقريبي. A B C متلت. أعطينا A و F نقطتين حيث أن A E تساوي نجوج من A B. يعني ها واحد A B سنزيد واحد A B و واحد آخرى ونحط نقطة F. و A F تساوي نجوج من A C. ها A C ها واحد A C ها جوج A C. وهنا ستكون عندي نقطة F. في السؤال الأول قال لك بيين أن بيين أن أتكون بيين بيين بي هاrelation نضينا ننقطة A لدينا بيين بيقى زائد A E B A هي مقابل المتاجهة A B يعني كتساوينا ناقص A B والمتاجهة A E حسب المعطيات كتساوينا جوج من A B إذن جوج من A B ناقص A B سأعطينا A B وبالتالي B E كتساوينا A B السؤال الثاني بيّن أن سؤال الثاني بيّن أن E F تساوي جوج من B C لاحظوا أن المعطيات التمرين عطينا A E كتساوي جوج من A B و A F كتساوي جوج من A C والذي مطلوب مني في سؤال الثاني هو E F إذن سأحاول نخدم علاقة شال بالنقطة A كي نحصل هنا على E A و نحصل على A F لأنني عارف التعبير دياله ليس حال كي يساوي لدينا E F كتساوي و نقولنا علاقة شال بالنقطة A هي E A زائد A F هنا بالمعطيات لا يوجد E A عندي A E إذن كتساوينا ناقص A E زائد A F سأحاول نعود كل وحدة من القيمة دياله A E كتساوينا جوج A B وهي ناقص جوج A B و A F كتساوينا جوج من A C جوج A C كتساوينا جوج من أجل باش نحاول نبسطوه هالتعبير ها ناقص جوج حسنين بدلها ما سبقاش ناقص جوج A B اللي هي جوج 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 B A زائد جوج A C إلا حاولنا نعملوه بجوج سبقالي B A زائد A C لاحظوا أن الطرف المتجهة هو أصل المتجهة الثانية إذن هي جوج بسي هل دخلنا هنا علاقة شرب النقطة A إذن كنتيجة فتعطينا EF كنسوينا جوج بسي وبهذا نكون سنينة تمرين 47 صفحة 188 من درس المتجهة والإزاحة سنة الثانية إعدادي لا يوجد سؤال أولا استفسار لا يوجد سؤال أخلينا فليكمنت